للذين يؤلون من نسائهم تربص أربات أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم يعني إيه الكلام ده؟ طبعا سيدنا عمر أصدر قرار وقتي إن ممنوع واحد يؤد في الجيش أكثر من أربعة أشهر ويرجع ويروح حد غيره خلاص ده فيه نص يشرع خدوا بالكم طيب يعني إيه الكلام ده بقى؟ يعني الراجل اللي يقولك عايزي عاقب الست أنا مش جاي جنبك والله ما جاي جنبك تاني يقوله أنت عملت راجل مبروك تعالى حبيبي اليمين ده أخره أربع شهور أربع شهور ويوم يحق لها أن ترفع أمرها للقاضي فالقاضي يقولك فوق يا باشا ويرجع يا حبيبي تقوله لا أنا راجل وأنا مش هكفر عن يميني يقولك خلاص ونحن قد حكمنا بتطليقها ما هو ربنا اللي قال عندك أربع شهور خد بالك طيب خد بالك اليمين ده فيه اسم أنت لما حضرتك تكون تضر بالزوجة وتوسيق ليه هو ما عملتش حاجة عايز تشوف رجلتك عايز تشوف بقى بغدقتك زي ما بيقوله إنما ممكن اليمين ده خلال الأربع شهور ما يبقاش فيه اسم انقصد بذلك تأديب الزوجة لو هو عارف إنها تتربى بالحتة دي ما فيه واحدة زي ما قاله كده قال إيه آه الحره آه العبده يقرع بالعصى والحره تكفيه الملامة ففيه واحدة الخصام يجننها وفيه واحدة منع الأكل يجننها وفيه واحدة منع البيات يجننها خد بالك من الكلام ده كله طيب فينفع يربيها في الأربع شهور بس ما يتجاوزهمش جبتوا الدليل مين منين فعله النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما النساء كلهم نساء أمهات المؤمنين يعني سألوا زيادة النفقة اعتزالهم شهر حتى أتيع أن رسول الله قد طلق نساءه فرح له سيدنا عمر قال له انت طلعت نساءك قال له لا فقال الله أكبر ونزلت آية التخير اللي ربنا قال فيها يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعقن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما صلتوا على الحبيب طب لو واحد حلف اليمين ده وعايز يرجع به ري يرجع به في خلال الأربعة تشهر يكفر خلي بالك طيب واحد حلفه من غير تحديد مدة آخر حاجة ليه أربعة تشهر بس وإلا فالمرأة ترفع أمرها للقاضي خدوا بالكم ترفع أمرها إيه للقاضي لأنه قصد الإضرارة والإساءة فالقاضي يقول له تفوق وترجع رجع على خير وبركة ما رجعش يبقى يحصل إيه القاضي على طول يطلع وهذا من حق القاضي قال لها تحرم علي زي أم وختي أو أنت زي أم وختي أو روحي تبقي زي أم وختي أو تحرم علي وسكت ده اسمه يمين ظهار وده من مظاهر الإساءة للزوجة لأنه بيشبه بمن تحرم عليه شرمة نهائية إيه حكاية اليمين ده أو إيه حكاية الكلام ده كان في صحابية اسمها ستين خولة بنت ثعلبة جات تشكي للنبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا الشكاية الستات بالله عليكم اسمعوا الكلام ده كويس عشان لما بنعود نسمع منكم الواحد بيعايز رجع سامحوني أيوة الله بنسمع قلة أدب ووقاحة وبيسموها صراحة بنسمع كشف السطر بعنف بننسى كل فضل وبننسى كل حاجة حلوة بننسى كل حاجة جميلة اسمعوا الكلام ده وتعلموا أدب الشكاية دخلت أولا على سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو قاعد عند ستنا عائشة وهقولك أنا بقولك النبي كان قاعد فيه ليه اسمع بقى كده قالت السيدة خوله يا رسول الله إن أوسا تزوجني وأنا بكر مرغوب فيه اتجاوزني وانا حلوة ولي طلب كتير وخطب أكتر فلما فرط بطني وانحنى ظهري قال لي أنت عليك ظهر أمي وإن لي منه أطفالة إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا ركز إيه الكصة هي كانت متوضية وراح تصلي فرض ربنا سيدنا أوس طلبها قالت له استنى أوس لما صلي إزاي يعني فرض ربنا بليه أنت عليك ظهر أمي خلاص براحتك رح تصليت فهدأت نفسه يلا خلصت صالة قالت له ها استنى حتى أسأل رسول الله إما روح أسأل النبي فكان أدى بالسؤال شفت الشكاية وإن لي منه أولادة إن ضممتهم إليه ضاعوا أو سريل طيب كسيب لكن معرفش ربي وإن ضممتهم إلي جاعوا أنا أعرف ربي لكن معرفش أكسب لقمة العيش الله أكبر طب اسمعوا بقى كده ستنا عائشة بتقول كلمة جميلة أوش طبعا سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال لها يا خولة ما أراك إلا قد حرمت عليه ما قالتوش بركة اللي جات منك لا ظلت تجادل رسول الله تاخدوا ترد إزاي ولادي هيروحوا فين يا رسول الله ولادي هعمل فيهم إيه يا رسول الله مين لهايربيهم يا رسول الله مين تقيل كده وعشان كده نزد السلطة المجادلة اللي في القرآن اللي هقول لكم مفتتحيتها إيه المهم ستين ناس سيدة عائشة بقى اسمع بتقول إيه الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ليه لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه في جانب البيت أنا أعدى وما فيش فرق إلا سطارة خد بالك سبحان الله ما كنت أسمع ما تقول أنا بالسمع خالص مش عارفة أسمع فسبحان الذي سمع لها من فوق سبع سماوات فإذا بالأمين جبريل طبعا الكلام هات وخد مع سيدنا النبي لحد ما الأمين جبريل يعلن حالة الطوارئ من السماء ليتنزل على أمين الأرض والسماء سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول له قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الله أكبر السلام على الجمال رب نسامع سبحانه طب إيه الحكم يا رب إيه الكفارة يا رب اسمع بقى الكفارة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم تواضون بيه والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعاموا ستين مسكينة ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم صليت على أرحم الراحمين سيدنا الحبيب من أهل الدنيا شفت العقاب أنت قلت لمرتك تحرمي علي أول حق تعتك رقبة يعني اتحرر عب طبعا معلناش عبيد النهاردة الحمد لله لأن رسول الله جاء بشرع يحرر البشر من عبادة البشر لعبادة رب البشر فاخد بالك الكفارة في القرآن مش على مزاجك يا حبيبي آيوا ركز معي الله يرديك ركز ركز يا شيخ دي أنا عرفاه اجرسهم ثلاثة ايام أقول له لا حبيبي لأن ربنا في القرآن نسك الكفارة ترتيب ما ادكش بمزاجك ادك ترتيب خلاص دا اليمين العادي فآخر حاجة جابل ايه الثلاثة ايام لو انت مش لاقي فهنا نفس القصة مفيش عبيد هيجي الحكم اللي بعدها ايه صيام شهرين متتابعين